السؤال بيقول أنا عمالة قرى في الإنجيل أجل معرفة الله عشان يديني سلام لبيتي وأولادي بس باتوه أحيانا في حاجات ومش عارفة إذا كنت محتاجة لتفسير بعض النصوص أو إيه اللي بيحصل ممكن يكون حرب شطان عشان ما ما كنتش قبل كده بقرأ في الإنجيل بسيطة الحكاية إحنا نقرأ من أجل الشبع ومن أجل التعزية ومن أجل نحن نصلي بالكلمات اللي نقرأها ونفهمها هتلاقي مثلا النص فيه 90% فاهمينه وفيه 10% واحد في المية 3% كلمات صعبة إلماني أننا حاجة الصعبة دي عامل عليها علامة كده واسأل حضرتك راحة الكنيسة خدي معاك نوتا كده كتبة فيها كام سؤال تقابلي أبونا تقابلي خادم خادمة قوله يا ابوناك الآية دي معناها إيه فباستمرار ببتعلم وطبعا فيه كتب للتفسير اللي عنده وقت يفتح كتاب التفسير ولي راه اللي ما بيحبش قراية أو مش دي ما وهبته يعني ممكن يسأل واللي قاري ممكن يجاوب ترجمة نانسي قنقر